اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جرائم الاموال العامة عند جرائم الاموال العامة خمس جرائم جريمة الرشوة جريمة اختلاس المال العام جريمة الاستلاء على المال العام جريمة التربح جريمة الغد هناخد كل جريمة من الجرائم دي ونعرف التعريف بتاعها والارقان والعقوبات والتفاصيل بتاعتها كلها احنا عرفنا ان في مادة العقوبات احنا السنة دي بنتكلم عن جريمة جريمة ونعرف تعريفها والارقان بتاعتها والعقوب والعقوبة الجرائم أغلبها لازم أو كلها لازم تلاقي فيها ركنين ركن مادي وركن معنوي معادة جريمة القتل الغير العمدي هو الوحيدة اللي ما فيهاش الركن المعنوي لأن كلمة الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي اللي أنا عارف اللي أنا بعمله غلطه مع ذلك بعمله فالقتل غير العمدي دوت ما فيهوش أكيد الركن المعنوي ولكن بقى الجرائم أتلاحظ فيها ركن مادي وركن إيه معنوي والركن المادي قلنا عشانه بفهمينه اللي هو الفعل اللي انا عملته يعني فيه موبايل محطوطه ده ومتجاي سارق الموبايل مديد ايه ده وخدته ده مثلا جريمة سرقة انا خدت الحاجة بدون رضاء صاحبها تمام فهنا ده الفعل اللي انا عملته فسمينه ركن المادي اما الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي يعني ايه يعني انا عارف اللي انا بعمله غلط وعارف ان انا لو خدت التليفون هتوبا جريمة سرقة وعارف ان هو مش بتاعي ومع ذلك اتجت اردت ان انا اسرق التليفون فهنا اسمه ركن مادي وركن معنوي وباي جريمة هتلاحظ فيها ركنين اسمين موجودين وفيه برضو ارقان اخرى ولكن دول دايما هتلاقيهم معنا في اي جريمة ركن مادي وركن معنوي عشان اقول ان الجريمة مكتمرة لازم ان يبقى ركن مادي وركن معنوي ايه موجودين نخلش على طول كده جرائم الاموال العامة زي ما احنا قلناها جريمة الرشوة هو الجرائم الملحقة بها زي مثلا جريمة عرض الرشوة دون قبولها مثلا اتنين جريمة الاختلاص تلاتة الاستلاء على المال العام اربعة الغدر خمسة التربح هنبدأ اول جريمة عندنا اللي هي جريمة الرشوة يعني ايه كلمة جريمة الرشوة التعريف بتاعه هو اتجار الموظف العام في اعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله او اغزه وعدا او عطية مقابل قيامه بعمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه كذلك ممكن نقول كل موظف عمومي طلبة لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتاشيا تعال بقى نفهم كده التعريف بتاعنا كويس جدا يعني ايه كلمة الرشوة او ايه هي جريمة الرشوة هي التجار الموظف العام اذا لازم اللي يرتكب جريمة الرشوة يكون ايه موظف عام لان جريمة الرشوة لا تقع من اي شخص اخر الا اذا كان موظف عام ما عدا فيه استثنائين هنقولهم كمان شوية زي الطبيب وزي يشاهدوا الزور ولكن الطبيعي جريمة الرشوة تقع على طول من موظف عام طيب التجار الموظف العام بايه بعمل وظيفته عن طريق ايه طلب او اخذ او ابل يعني طلب مني طلب مني فلوس او استلم مني فلوس اللي هو الاغذ او ابل العرض اللي انا اعرضته عليه فهنا طلب او كمول او اغذ هياخد ايه هدية او اعطي يعني اي هدية او اي فلوس تمام مقابل ايه ان هو يخل باعمال وظيفة او ينتنى عن عمل من اعمال وظيفة او يقوم بعمل من اعمال وظيفة يعني انا المفروض بروح اخلص اوراق معينة من جاة حكومية الموظف اللي قاعد طبيعي ان هو يخلصالي رفض ان هو يخلصالي لما ياخد فلوس هو ياخد فلوس ليه عشان يقوم بعمل اصلا المفروض ان هو يقوم بيه من غير ما ياخد مني فلوس يبقى كده ارتكب جريمة رشو او بتديني فلوس عشان يمتنع عن القيام بعمل من اعمال وظيفة زي مثلا المفروض لو انا باني مخالف يجي مثلا الحي او موظف الحي او لما يلقيني كده يروح جاي عامل ضد محضر عشان يبقى بني مخالف فانا قمت جاي يمتنع عن عمل محضر يبقى كده هنا بديله فلوس عشان يمتنع عن عمل من اعمال ايه الوظيفة او يخل بيه بواجبات الوظيفة ايا ما يكون بقى الاخلال ازاي برضو اللي هو يمتنع عن عمل محضر ويمتنع عن هدم مثلا منزل معين القانون فرض ان هو يهدمه او تسليم شيء لاخر وهكذا يبقى دوت جريمة الرشوة اخلال موظف عام او تجار موظف عام باعمال وظيفته عن طريق طلب او قبول او اغز هدية او اعطية مقابل اخلاله بواجبات الوظيفة او القيام بعمل من اعمال الوظيفة او الامتنع عن عمل من اعمال الوظيفة طيب اطراف جريمة الرشوة في طرفين طرف المرتاشي والراشي المرتاشي لازم يكون موظف عام هو الموظف العام ومن في حكمه اخذ الرشوة اللي هو اخذ الفلوس اما الراشي اللي هو صاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة ويقدمها او من يعد في دفع الرشوة له في المستقبل وهو ما يسمى بالوعد بالعطية اذا انا عندي اطراف الرشوة طرفين مرتاشي وراشي المرتاشي اللي هو الموظف العام اللي اخذ الفلوس اللي هو اصلا بسببه حصل الجريمة الرشوة الراشي اللي هو عرض الفلوس على الموظف او اداله لايه الفلوس اللي هو صاحب المصلحة اللي عايز مصلحة معينة تخلص فاضطر يدفع فلوس للموظف عشان يخلصوا المصلحة انا كده اقول الطرفين على فكرة في بعض الجرائم بيكون فيها طرف تالت اسمه الوسيط او الرائش الوسيط دوت اللي هو بيكون وسيط عن الراشي او عن المرتاشي يعني اما وسيط عن الموظف او وسيط عن صاحب الايه المصلحة ولكن ايه عموما جريمة الرشوة فيها طرفين اساسين موجودين وفي بعض الجرائم بيكون فيها تلات اطراف اللي هو هنزود معهم شخص ايه الرائش اللي هو الوسيط طيب ارقام جريمة الرشو جريمة الرشوة عندي فيها تلات ارقام من صفة الجاني ركن مادي ركن معنوي انا اترك في بداية الحلقة ان اي جريمة فيها ركنين مادي ومعنوي صح فجريمة الرشوة فيها ركن مادي وركن ايه معنوي وهنزود معاهم صفة الجاني لان القانون اشترد في جريمة الرشوة لازما يكون الجاني موظف عام يبقى صفة الجاني هنا ايه المرتشي وهو الموظف العام اتنين الركن المادي الركن المادي يتمثل فيه نشاط إجرامي يتخذ صورة طلب أو قبول أو أغز عطية أو وعد بها لنفسه أو لغيره مقابل الإخلال بوجبات الوظيفة أو أداء عمل أو الامتناع عن إيه عمل الركن المادي هنا أصلا فيه حاجتين النشاط الإجرامي اللي هو الطلب والقبول والأغز وسبب الرشوة هو سبب الرشوة إيه إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الاخلال بوجبات إيه الوظيفة يعني ممكن أقولك أن الركن المادي فيه عنصرين العنصر الأولاني اللي هو النشاط الإجرامي اللي هو الفعل اللي حصل إيه الفعل اللي حصل إما طلب أو أغز أو إبل طيب تبدأ كله ليه لسبب يبقى سبب الرشوة اللي هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الاخلال بوجبات إيه الوظيفة ده كده الركن المادي بعد كده الركن المعنوي الركن المعنوي هو القصد الجنائي اللي أنا ألتلك في الأول عارف اللي أنا بعمله غلطه مع ذلك بعمله ويتوفر بعلم الموظف أن ما حصل عليه أو ما طلباه هو مقابل القيام بعمل او الامتناع ايه عن عمل. يعني انا عارف ان انا موظف عام وعارف ان انا اللي هاخده ده عشان هقوم بعمل مفروض القانون الزمن انا اقوم به او هخلي بعمل اه المفروض ما اعملهوش او ان انا هامتنع عن عمل من اعمال الوظيفة. اذا كده جريمة الرشوة فيها تلات ارقان مهمين جدا. صفة الجاني لازم ان يكون موظف عام. ركن مدين. اللي هو فيه النشاط الاجرامي. اللي هو طلب وقبول واغذ. والجزء التاني اللي هو سبب الرشوة. اللي هو القيام بعمل او الامتناع عن عمل او الاخلال بوجبات وظيفة. الركن التالت اللي هو الركن المعنوي. اللي هو القصد الجنائي. اللي انا عارف ان انا موظف عام وعارف ان انا باخده دوت مقابل اخلالي بالوظيفة بتاعتي. ومع ذلك باخد الفلوس. طيب فيه بعد كده. الفئات اللي تعتبرت في حكم الموظفين العمومين واتطبق عليهم احكام جريمة الرشوة. خلي بالك. هو مين هم اصلا اللي بيطبق عليهم جريمة الرشوة. اللي هو لازم ان يكون موظف ايه عام. في فئات بقى اخرى. القانون اعتبره في حكم الموظف العام. زي مين الفئات دي? واحد. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة. هم خمس فئات هنذكرهم. واحد المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة. اللي هم زي مين? هم الموظفين الذين يشكلون ادنى دركات السلم الوظيفة. اللي هم في دارة أعمال الحكومة زي مثلا السعاء أو أعمال النظافة كده كده هم دول برضو موظفين داخل الدولة اسمهم مستوضمون في المصالح طبعا ما موجود في جاية حكومية وبيقوم بأعمال حكومية فلو خد فلوس يعتبر برضو ارتكب جريمة الرشوة رقم اتنين أعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية برضو دوله يعتبروا موظفين عام أو القانون يعتبرهم في حكم الموظفين الموظف العام تشمل أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات والمدن والقرى سواء كانوا معينين أو منتخبين سواء كانوا تم تعيينهم أو جم ميسكو في المجلس عن طريق انتخابهم رقم ثلاثة المحكمون والخبراء لأنهم يقومون بأعمال مساعدة للعمل القضائي تساهم في تحقيق العدالة المحكمون والخبراء دول زي مثلا الخبير الخبير ده مثلا بخبير دكتور مثلا أو خبير مهندس ممكن ما يكونش موظف عام ولكن تلاهما هيقوم بعمل خاص بأعمال حكومية أو بأعمال قضائية فبالتالي هتبق عليهم جريمة الرشوة لو خدوا فلوس لأن خبالك أنا مثلا القادي من معاونين القادي أو من أعوان القادي الخبراء الخبير من ضمن المعاون صح؟ اللي بيعاون القادي يعني القادي بيستعين بيه في حاجة معينة زي مثلا خبير اللي هو الطب الشرعي اللي هو الدكتور يعني لو شخص مات أنا كقادي معرفش سبب وفاته إيه فبضطر أستعين بخبير دكتور يقول لي سبب وفاته عمرة وقعت أنا معرفش سبب انهيارها إيه هل المقاول؟ هل صاحب البيت؟ هل المهندس اللي عملها؟ فبضطر أنا كقادي أجيب خبير مهندس يقول لي سبب انهيارها إيه كذلك برضو أنا ممكن أستعين بالخبير زي أنا قدامي ورق مكتوب بخط أنا معرفش خط مين ده وتخط الشخص ده ولا الآخر فبضطر أجيب خبير مثلا زي خبير خطوط صح كده؟ فالخبير بيقوم بأعمال معينة خاصة بالقضاء فبالتالي وارد انه ياخد رشوة لو اخد رشوة اعتبره في حكم الموظف العام وطبع ليه جريمة إيه الرشوة رقم أربعة المكلفون بخدمة عامة زي مين؟ هم كل من تكلفه الدولة بالقيام لحسابها بعمل عارض من الأعمال العامة كالمترجم الذي تعهد إليه المحكمة وتقعد إليه المحكمة بالترجمة في دعوة مطروحة إيه أمامها يعني زي مثلا أنا جبت شخص مترجم هو المترجم هنا يقوم بخدمة عامة أنا قاضي القضاء اللي قدامي فيها شخص أجنبي ليه لغة معينة أنا مش عارفها فبضطر استعين بشخص مترجم يترجم لي الكلام اللي بيقوله فوارد جدا إن المترجم يغير أكواله أو حاجة وارد حد يعرض عليه فلوس فأنا هنا هعتبر المترجم من ضمن الموظفين العام اللي بيطبق عليه مجريمة إيه الرشوة لإن هنا المترجم مكلف بخدمة إيه عامة رقم أخير العاملون في القطاع العام أعضاء مجالس إدارة ومستخدم المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيما لها بنصيب ما بأي إيه صفة كانت طالما دول السموم العاملون في القطاع العام يبقى كده لو لاحظنا الخامسة دول يعتبروا في حكم الموظف العام وبالتالي لو ارتكوا بالجريمة يطبق عليهم إيه العقاب بتاع جريمة الرشوة في بعد كده استثناء توقيع عقوبة الرشوة في حالتين لم يطلب فيها المشرع صفة الموظف العام في الجاني خلي بالك هو المفروض الجاني اللي أنا أطبق عليه عقاب جريمة الرشوة لازم أن يكون موظف إيه عام لأن أنا قلت لك من ضمن أرقاب جريمة الرشوة صفة الجاني وصفة الجاني كان لازم أن يكون موظف إيه عام ولكن عندي شخصين ممكن ما يكونوش موظفين عام ومع ذلك يطبق عليهم جريمة الرشوة زي رشوة الأطباء زي رشوة شديد الزور واحد يقول لي تبقى الطبيب ده مش موظف عام ما مش شرط يكون طبيب في المستشفى حكومة وارد يكون طبيب في مستشفى خاصة أو عنده عيادة خاصة صحي كده فدوك كده ما يعتبرش موظف عام ولكن القانون يعتبره في حكم الموظف الايه العام ويطبق عليه جريمة رشوة بشروط معينة هنقولها كمان شوية كذلك برضو شاهد الزور فهو مش شرط عنده أي حد ممكن يروح يشهد قدام المحكمة صح بس ممكن يكونواخد فلوس عشان يغير أقواله هو هنا مش موظف أي حد ممكن أي شخص عادي ممكن يروح يشهد قدام المحكمة صح كده فهو مش شرط يكون موظف ايه عام ومع ذلك القانون قال لك لو شاهد الزور شاهد شهادة زور ساعة أو كان واخد رشوة هتطبق عليه العقاب بتاع جريمة الرشوة طيب شروط تضديك نصوص الرشوة على الطبيب أو الجراح شخص الطبيب لو ارتكب جريمة الرشوة عشان هتطبق عليه العقاب بتاع جريمة الرشوة هناك شروط واحد أول حاجة أن يكون الغرض من المقابل الذي يطلبه أو يقبل الوعد به أو يأخذه هو إعطاء شهادة أو باين مزور هو خد مني الفلوس لعشان يقوم أو يعطيني شهادة مزورة مثلا واحد بقاله فترة ما بيروحش الشغل ليه عام لك سأنا كنت عامل عملية اللي يثبت قال لك بس هجب لك شهادة من الدكتور تثبت إن أنا إيه عامل عملية فعلا يروح للدكتور يعرض عليه فلوس أو يديره فلوس والدكتور يطلع له إيه شهادة مزورة يبقى كده الدكتور ده واتخد إيه رشوة وبالتالي لو كشفت الموضوع بيطبق عليه العقاب بتاع جريمة الرشوة اتنين لازم الشهادة دي تكون إيه بقى؟ هنتكون الشهادة أو البيانة المزورة بشأن حمل أو مرض أو عاها أو وفاة لازم أن الشهادة دي تكون حاجة خاصة إيه؟ بحمل يعني مثلا واحدة موظفة قالت إن عندها حمل والكلام ده كله أو سقاطت حاجة زي كده فبتروح تجيب شهادة من الدكتور تثبت إن كان عندها حمله وسقاطت أو ولادة والكلام ده كله فدي شهادة مزورة ما حصلش أصلا موضوع ده ده هي عرضت على الموظف فلوس على الطبيب فلوس فهو أعطاها بيان مزور بالحالة اللي هي كانت عايزيها يبقى هنا هنطبق ساعتها على الطبيب العقاب بتاع جريمة الرشوة العقوبة طبعا لو الطبيب يرتكب كده حبس أو غرامة لا تجاوز 500 جنيه بياخد حبس وغرامة الحبس طبعا زي ما القادة هيقدره زائد الغرامة لا تتجاوز كام 500 جنيه فيه بعد كده شهادة الزور برضو شهادة الزور عشان أطبق عليه العقاب بتاع جريمة الرشوة هناك شروط أربع شروط مهمين جدا عشان أطبق العقاب على شهادة الزور واحد أن يكون قد أدى الشهادة خلي بالك لازم يكون راح المحكمة وقال الشهادة بتاعته يعني راح شهد قدام المحكمة اتنين أن يكون ذلك أمام القضاء يعني ما يكون الشهاد قدامنا ما بينه وبين بعضنا قدام النيابة لازم عشان أقول شهاد يزوري بجي شهاد قدام القاضي ثلاثة أن تكون الشهادة مغيرة للحقيقة يعني قال عكس الحقيقة عكس اللي حصل هو خد فلوس فغير أقواله قدام المحكمة رقم أربعة أن يتوفر لدي القز يعني خلي بالك هو ما غيرش أقواله بالصدفة أو كالناسي لا 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 ده هو قاصد أنه هو يغير الأقوال بتاعته قاصد أنه هو يقول الأقوال ديت رغم أنه عارف أنه ليش حقيقة يعني موضوع مش جامع بالصدفة يبقى أربعة شروط عشان أطبق عقاب الرشوة على شهاد الزور لازم أن يكون أدى الشهادة وقال الشهادة قدام المحكمة ولازم أن تكون الشهادة مغيرة للحقيقة ولازم يكون عنده القزد يعني توفر لديه القزد في بعد كده الركن المادي احنا قلنا لأرقان جريمة الرشوة ثلاث أرقان سفة جاني ركن مادي ركن معنوي الركن المادي قلت لي عنصرين واحد اللي هو السلوك الإجرامي أو النشاط الإجرامي اللي هو الطلب أو الكبول أو الأغز اتنين سبب الرشوة لابتعال نعرف صور السلوك الإجرامي في الرشوة السلوك الإجرامي أنا قلت لك كم صورة؟ تلاتة طلب وكبول وأغز خلي بالك عشان التلاتة دون مؤمن جدا طلب أنا بطلب منك فلوس كبول العرض اللي أنت عرضته علي أنا وفقتي يعني أنا موظف عام وإنت بتعرض علي فلوس أنا قبلت العرض فدي بنسميها رشوة مؤجلة أنا قبلت العرض بس الله أعلم هتجيب الفلوس ولا لأ صح؟ فهنا اسمها رشوة مؤجلة تلاتة الأغز الأغز دوت يعني أنا خدت منك الفلوس وحطتها في جيبي كده القضية كملت صح؟ مشان لما باخد منك الفلوس وحطتها في جيبي كده الجريمة تعتبر اكتمرت صح؟ عشان كده بنقول أن الأغز دوت رشوة معجلة لأن كده ده انت إيه؟ الجريمة بدأت وانتهت كمان يبقى كده أنا عندي صور السلوك الإجرامي تلاتة طلب وكبول وأغز خلي بالك الكبول رشوة مؤجلة أما الأغز رشوة معجلة طيب إيه هو الكبول؟ الكبول دوت رشوة مؤجلة هو رضاء الموظف العام أو من في حكمه تلقي مقابل ما نظير ما يكون به أو يمتنع عنه من عمل في المستقبل بيرضى أنه هياخد مبلغ من الأموال عشان هيقوم بعمل أو هيمتنع عن عمل يعني قبل العرض اللي اتعرض عليه وهيخلي بالواجبات بتاعة الوظيفة بتاعته اثنين أو اللي بعدها الأغز اللي هو بنقول عليه رشوة معجلة هو استلام المرتاشي العطية إذا كانت شيئا ماديا أو الحصول على الفائدة إذا كانت العطية مجرد منفعة مثلا مادية زي مثلا بدينه مبلغ من الأموال أو مثلا فائدة اللي احنا نقول الفائدة بتاعته زي مثلا بقوله إيه لو خلصت العامة ده هرقيك أو هنقلك أو هديك منصب معين أو هعين ولد من أولادك وهكذا يعني الأغز دوت بنقول عليه هو أخطر صور النشاط الإجرامي ليه؟ لما بمص الأغز كده هتلاحظ أن الجريمة بدأت وكتمرت لانت استلامت الفلوس حطيتها في جيبك يعني كده الجريمة خلاص بقت تمة يعني كده أصبحت الرشوة تمة جريمة الرشوة تمة فهنا بنقول الأغز اللي هو أخطر الصور الصور النشاط الإجرامي في الرشوة إذ فيها يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها يبقى أنا كده قلت تلت صور للنشاط الإجرامي الطلب والقبول والأغز عرفت إن الأغز دوت أخطرهم والأغز يعتبر رشوة معجلة لأن الموضوع بدأ وانتهى واكتمل والموظف استلامت الفلوس فيه بعد كده الشروع في الرشوة هل هناك شروع في الرشوة؟ آه بس خلي بالك أنا عندي ثلاث صور طلب وقبول وأغز يبقى فيهم حاجات هتلاقيها فيها شروع وفيها حاجات لا يعني مثلا الأغز بالعقل كده هل الأغز دوت ينفع أقول شروع ممكن في الأغز يحصل شروع في الرشوة؟ واحد خلال فلوس حطف جيبه ينفع أقول شروع في الرشوة؟ عارف يعني إيه شروع؟ يعني الجريمة بدأت بس ما كملتش أو ما تمتش فدوت اسمه شروع طيب الشروع في الرشوة لا يتصور الشروع في الرشوة في حالة الأغز والقبول الأغز والقبول على أساس أن فيهما يتحقق مبدأ التنفيذ ونهايته خدت الفلوس أو يبيلت العرض كده يعتبر موضوع اكتمل صح كده؟ وبعدين أنا برضو لو موظف واحد عرض علي العرض وأنا قلت له أنا موافق ما كده تعتبر الجريمة برضو اكتمل ده كده أنا موافق اللي هو عايزه صح كده؟ يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها شروع أمار الشروع موجود في الطلب في حالة الطلب فالشروع متصور فيه باعتبار أن الطلب لا يعد متحققا في مدولة القانون في مدلوله القانوني إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة خلي بالك الطلب أنا منك أن أطلب وإنت ما تدينيش صح؟ يعني أنا موظف عام طلبت منك فلوس عشان أخلصت لك المصلحة أنت ما جيتش تاني وما جبت ليش الفلوس يبقى هنا إيه؟ تعتبر شروع في الرشوة هي الجريمة ما اكتملتش صح كده؟ بدأت بس ما اكتملتش أنا طلبتها بس الفلوس ما جيت ليش عكس الأخذ والكبول أنا كده نهية الموضوع ده كده الموضوع اكتمل يبقى الشروع موجود في الطلب وليس الأخذ ولا الكبول سبب الرشوة أنا قلت لك سبب الرشوة في الرجل المادي قلنا عنصرين النشاط الإجرامي وسبب الرشوة سبب الرشوة عندي ثلاث أسباب قيام بعمل أو الامتناء عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة تعالى القلوم سبب الرشوة أي العمل الذي يراد من الموظف تحقيقه كمقابر الرشوة السبب عندي ثلاثة واحد أداء عمل من أعمال وظيفة تقوم جريمة الرشوة إذا كان الموظف قد حصل على الفائدة للقيام بعمل يوجب عليه القانون القيام به خلي بالك كيام بعمل من أعمال وظيفة عمل أنا المفروض أقوم به أنت جيب لأوراق معينة أنا المفروض أخلصها لك طبيعي أن أنا بخلصها لك فأنا رفضت أن أنا خلصها لما أخد منك فلوس رغم أن أنا كأنا موظف أنا أصلا بأخد مرتبي بناء على العمل ده ومع ذلك امتناعت أن أنا أقوم به إلا لما أنت تديني إيه رشوة يعني أعتبر بأخد حق مرتين مرة عشان الوظيفة ومرة عشان أنا أخلص لك العمل بتاعك تمام اتنين الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة هو سلوك سلبي يتحقق بإحجام وتقاعص الموظف عن أداء عمل يوجد بالقانون عليه أداءه أو إذا كان امتناعه عن العمل قد تم بالمخالفة للقانون زي ما لو قلت لك مثلا موظف الهي لأيني بابني مخالف الطبيعي أول ما لايه كده بلا مخالف أنه يروح جا أعمل إيه محضر بالواقع اللي قدامه فأنا عرضت عليه فلوس عشان ما يعملش المحضر خد الفلوس وما عملش المحضر يبقى هو كده عمل إيه امتناع عن عمل من أعمال الوظيفة المفروضة عليه يبقى هنا يعتبر التكب جريمة إيه الرشوة ثالث سبب اللي هو الإخلال بواجبات الوظيفة هو كل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو امتناع عن القيام إيه به ساعتها بقول عليه إخلال بواجبات الوظيفة بتاعت الموظف طيب اللي أنا أتكلمتي في ذلك كان اسمه الرشوة فيه رشوة أخرى اسمها رشوة لاحقة أنا لسه ما ذكرتش على فكرة عقوبات الرشوة بس هنتكلمة الأول عن الرشوة اللاحقة يعني كلمة رشوة لاحقة هي كل موظف عمومي قابلة من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتناع عن أداء عمل من أعمالها أو أخلى بواجباتها هدية أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق تعال بقى نفهم عشان تعريفه طويل قوي تعالوا نفهمه كويس جدا يعني كلمة رشوة لاحقة الرشوة لاحقة أنا أنا مثلا موظف أنت جيب لي ورق بتقول لي خلصه قلت لك حاضر خدت بينك الورق وخلصته وبعد أما خلصت الورق بدهولك قمت أنت عارض علي فلوس مديني قليل لي مثلا خد دي مكافأة ليك أو خد دي الإكرامية بتاعتك حاجة دي ليك صح هنا اسمع رشوة لاحقة هنا خليك واحد يقول لي إزاي رشوة لاحقة ده أنتو ما في كانش فيه اتفاق سابق أيوة ما فيش اتفاق سابق صح وهو عمل العمل وما أخليش بوجهات وظيفة هو أم بالعمل وده العمل مفروض عليه يعني ما فيش أي ضرر صح ومع ذلك قال لك هتبقى اسمع رشوة لاحقة وليه أعقاب ليه هو خلي بالك رشوة لاحقة برده عشان أم حاجة بدون اتفاق سابق ولازمن تكون الرشوة بعد أداء العمل يعني بعد ما بخلصها كعمل أنت بتديني الفلوس وما كانش فيه اتفاق بيني وبينك سابق فاسمع رشوة لاحقة طبعا منعا لسبب بسيط ممكن ندي مثلا بفاهمينها أكتر مثلا أنا لو موظف عام وباخد الإكرامية دي اللي هو بعد أداء العمل اللي هو ممكن نقول عليها إكرامية بس هي اسمها رشوة لاحقة أنا مثلا لو خدت الإكرامية دي هتأعمل إيه بعد كده أول ما شوف اللي جاي قدام ولو لقيته حد كده مرتاح وشكله بقى هيديني فلوس بعد ما خلصت العمل هخلصوله بسرعة صح؟ تفضل يا باشا أقول أنت عايزه روح جايما خلصت العمل إيه بسرعة عشان عارف إنه هو في النهاية هيديني إيه فلوس ولو لقيت واحد مثلا غلبان وظروفه على قد لا لا أسيبك منه روح جاي الراكن اللي ورق بتاعه على إيه على جنب صح؟ فأنا لو بأخد رشوة لاحقة يبقى كده مش هساوي ما بين الأفراد اللي هيجي يتعاملوا معايا ده أنا ساعتها هفرق ما بين اللي كده واللي كده صح كده فالقانون قال لك هتبقى يسمها رشوة لاحقة يبقى الرشوة لاحقة إنه أنت بتديني الرشوة بعدها لداء العمل وبدون اتفاق إيه سابق شروطها عشان أقول إنه دي عت رشوة لاحقة شروط تحقق الرشوة لاحقة واحد أن يكون كبول الهداية أو العطاء لاحق على أداء الموظف للعمل أو الامتناع أو الإخلال بوجبات الوظيفة لازم أن يكون بعد أداء العمل اتنين أن يكون ذلك قد تم بغير اتفاق سابق أهم حاجة ما كانش فيه اتفاق ما بيننا ده أنت بتديني الورقة خلصولك وأنا من النفس من غير أي اتفاق خلصتولك وددتولك أنت قمت جاي عارض علي الفلوس يعني ما كانش فيه اتفاق إيه ما بيننا فيه بعد كده عقوبة الرشوة لاحقة إيه العقوبة بتاع الرشوة لاحقة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه سجن وغرامة من 100 إلى 500 طيب الآخر ركن فيهم اللي هو الركن إيه المعنوي اللي هو القصد الجناء فبيقول لك عناصر القصد الجناء لجريمة الرشوة جريمة الرشوة هي جريمة إيه عمدية أكيد طبعا أكيد قاصد هو في حد بياخد رشوة بالصدفة أو غزب عنه أو مشواخ باله لا طبعا إذن هي جريمة إيه عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي لدى المرتاشي يعني هو قاصد إنه هو ياخد الفلوس طيب عناصر القصد الجنائي عند العنصرين علم وإرادة نفهمهم إزاي العلم إن أنا على علم بأرقان الجريمة وعلى علم إن أنا موظف عام ومع ذلك إتجاة إرادة إن أنا أتاكب الجريم يبقى فيه علم وفيه إرادة العلم يجب أن يكون الجاني علما بأنه موظف عام ده أكيد طبعا أن العلم المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه يعني العمل اللي أنا طلبه من الموظف من اختصاصه يعني ده العمل هو فعلا بيقوم بيه تلاتة أن يكون عالما بأن الوعدة أو العطية التي تقدم إليه مقابل العمل المطلوب يعني أنا عارف أن الفلوس اللي أنت هتداني دي مقابل عمل أنت عايزنا أقوم به أو أمتنع عنه يبقى أنا عارف كل التفاصيل يعني أنا الموضوع مش جاي عندي بدون إدراك لا ده أنا مدرك اللي أنا بعمله كله مدرك أنه أنا موظف عام ومدرك اللي أنا بعمله ده غلط ومدرك أنه دوت حاجة من أعمال وظيفتي ومع ذلك برضو إيه بقى اللي هو الإرادة أن تتجه الإرادة إلى ارتكاب هذا العمل فالإرادة أي أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة متمثلا في طلب الرشوة أو قبولها أو أغزها أن يعلم الموظف أن العطية التي انصرفت إرادتي إلى الحصول عليها لم تكن إلا سمنة للعمل أو الامتناء المطلوب منه اتبقى كده لو لاحظنا في القصد الجنائي في عندي عنصرين مهمين العلم والإرادة العلم اللي أنا على علم بأرقان الجريمة كاملة على علم اللي أنا موظف عام وعلى علم إن العمل دوت من اختصاصي وعلى علم إن أنا كده بخالف القانون الإرادة ومع ذلك رغم إن أنا على علم ده كله اتجه إرادتي إن أنا أرتكب هذه الجريمة وأطلب منك فلوس أو أخذ منك فلوس أو أقبل العرض اللي أنت عرضته علي عشان أقوم بعمل من أعمال وظيفتي أو أخلي بالعمل من أعمال وظيفة أو أمتنع عن عمل من أعمال الوظيفة طيب في عندي الرشوة أكيد في مرتاشي ده اللي هو صفة الجريمة اللي احنا قلنا لازم يكون موظف عامل اللي هو المرتاشي ولكن مين اللي هيقرد عليه فلوس؟ شخص آخر اسمه الراشي مين هو الراشي؟ اللي هو صاحب المصلحة إذن صاحب المصلحة هو كمان مرتكب جريمة يعتبر جاني لأنه ارتكب الجريمة يعني الرشوة بس مش المرتاشي بس هو اللي بيبقى جاني لا ومع الراشي اللي هو صاحب المصلحة اللي بيعرض الفلوس واللي اتنين بتعاقبوا نفس العقاب طيب إيه أركان جريمة الراشي؟ أركان جريمة الراشي ركنين؟ ركن مادي وركن معنوي الركن المادي يتحقق الإرشاء بمجرد اتفاق الراشي مع الموظف العام أو من في حكمه على تقديم الرشوة للأخير مقابل أداء وعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع أو الإخلال بواجبات وظيفته الركن المعنوي يجب أن يتوافر العلم لذا الراشي بصفة المرتاشي وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه هي مقابل اتجار الموظف بوظيفته يبقى كمان جريمة الراشي ركنين؟ ركن مادي وركن ايه؟ معنوي الركن المادي اللي هو الفعل إن أنا كراشي بعرض الفلوس على الموظف العام عشان يخلي بواجبات وظيفته أو يمتنع نعمل من أعمال وظيفته الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي أنا عارف إنه ده وتموظف عام وعارف إن أنا كده بعرض عليه فلوس وعارف إنه راشي وعارف إنه هو كده يخلي بواجبات وظيفته ومع ذلك إتجارت إنه أنا أعرض عليه فلوس عشان يخلي بالواجبات بتاعت الوظيفة يبقى ده لو حصل الركنين دوله وبقى موجودين يبقى أنا كده أصبحت شخص جاني اللي هو شخص الراشي اللي هو صاحب المصلحة أصبح شخصه وكمان إيه؟ جاني طيب في شخص آخر قلت لك أنا أطلاقه في جريمة الراشي كان فيها مرتاشي وراشي صح؟ بس قلت لك والد يكون في شخصه ثالث اسمه الرائش أو الوسيط ممكن يكون وسيط عن الراشي وممكن يكون وسيط عن المرتاشي طيب مين هو الوسيط؟ هو كل شخص يتدخل بين صاحب الحاجة الراشي وبين الموظف اللي هو المرتاشي ممثلا إحدى هما لدى الآخر لإتمام الرشو وسيط عارف مثلا الموظف ده أصلا بياخد رشوة بس إيه؟ مش عايز يباني قدام الناس إنه هو بياخد رشوة فبيعمل إيه؟ فبيروح جايب مثلا واخد رشوة عن طريق وسيط واحد تاني بيتوسط في الموضوع أنا راح أخلص المصلحة الموظف يباني اللي هو إيه؟ كويس جدا ومالوش في الحاجات دي بعد أن ما ممشي لايه واحد بينادي علي يا أستاذة خلص لك المصلحة دي هبس فلوس وأنا خليل الموظف دي خلصه لك أتري في اتفاق ما بين الموظف والإيه؟ والراشي اللي هو الرائش اللي هو مين؟ الوسيط فهنا بنسميه وسيط فممكن يكون وسيط عني عن الراشي وممكن يكون وسيط عن المرتاشي أركان جريمة الوسيط برضو نفس النظام الوسيط ده ليه ركنين في الجريمة بتاعته ركن مادي وركن إيه؟ معنوي الركن المادي هنفرق ما بين حاجتين مهمين جدا 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 إن وارد يكون الوسيط وسيط اللي هو الرائش ده وسيط عن المرتاشي اللي هو الموظف العام وارد يكون وسيط عن الراشي اللي هو صاحب المصلحة وفي الحالتين لازم نفرق لأن لو راشي عن لو وسيط عن المرتاشي لها حاجة معينة هنقولها دلوقتي ولو وسيط عن الراشي لها برضو حاجة معينة هنقولها دلوقتي واحد إذا كان الوسيط نائب عن الراشي عن الراشي اللي هو صاحب المصلحة لا يتحقق الركن المادي إلا إذا الموظف قبل العرض يبقى لو شخص الوسيط الوسيط ده اللي هو الرائش نائب عن الراشي لو صاحب المصطحة الجريمة مش هتكون حصلت إلا لما الموظف يوافق على العرض لازم الموظف يوافق سعيدة الجريمة تكون حصلت أما إذا كان الوسيط نائب عن المرتاشي يعني نائب عن الموظف العام فيتحقق الركن المادي بمجرد الطلب عارف فقط لو الوسيط ده تابع المرتاشي وتابع الموظف يعني بمجرد بس ما يطلب الفلوس الجريمة حصلت أما لو كان الوسيط نائب عن الراشي اللي هو صاحب المصلحة الجريمة مش هتتحقق إلا لما الموظف يقبل يبقى هنا كبول وهنا طلب يعني هنا لما يقبل وهنا مجرد ما يطلب طيب الركن المعنى هو بقى اللي هو القز الجنائي يتوفر بعلم الوسيط بأرقان الجريمة التي يريد المساهمة فيها يعني أنا كوسيط عارف إن ده موظف وعارف إن ده راشي أو عارف إن ده موظف وده صاحب مصلحة وعارف إن ده يخلص من ده حاجة وده هيخلي بواجبات الوظيفة ومع ذلك توسطت في الأمر لده ولده فساعتها يعتبر ارتكبت جريمة أنا كمان الرشوة طيب كلمنا كده عن جريمة الرشوة وعرفنا الرشوة اللاحقة وعرفت جريمة الراشي وجريمة الرائش هناخد دلوقتي بقى العقوبة بتاع جريمة الرشوة سواء ارتكبها المرتشي أو الراشي أو الرائش التلاتة العقاب بتاعهم إيه؟ خلي بقى لك التلاتة يعتبر زي بعض التلاتة يعتبر جاني يعني كل واحد فيهم يعتبر جاني مرتكب جريمة سواء الراشة أو المرتشة أو الراشة طيب ما الجريمة اكتملت تعالوا بقى نعرف العقوبة أنا عندي تلات عقوبات بياخدهم مع بعض شخص المرتشي أو الراشي عقوبة أصلية وعقوبة تكملية وعقوبة تبعية بياخد التلاتة يعني التلات عقوبات بيطبقوا عليه مش حاجة منهم أولا العقوبة الأصلية سجن مؤبد يبقى أول عقوبة أصلية ليه؟ السجن المؤبد اتنين العقوبة التكملية عقوبتين العقوبة التكملية حاجتين واحد الغرامة النسبية اتنين المصادرة. الغرامة النسبية كلمة بس نسبية مقصود به. كلمة غرامة نسبية بص هو وارد انه عاقبه يعني غرامة على كذا. غرامة على كذا يعني هنفصلها. دي غرامة على حاجة معينة. ودي غرامة على حاجة تانية. ودي غرامة على حاجة تالتة. لا. بدلا ما اقول بقى ايه غرامة اولة وتانية وتالتة. بجمحهم على بعض. بقول غرامة واحدة بس. اسمها غرامة نسبية. الغرامة النسبية لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعدى به يعني الغرامة بتاعتنا غرامة جريمة الرشوة ما تقلش عن ألف جنيه حتى لو كان المبلغ تافي بتاع الرشوة يبقى خلاص القانون حددها الحد الأدنى ما يقلش عن ألف جنيه قاب وما يزيدش عن المبلغ اللي هو وعد دي أو اللي هو استلمه فعلا دي الغرامة اتنين المصادرة المصادرة لا توقع بمفردها لكن مع العقوبة الأصلية وهي جوبية بس خلي بالك المصادرة دي مش هتطبق إلا لو فعلا الموظف استلم فلوس يعني لازم فعلا بالفعل يكون خد فلوس فهنصدرها منه هنرجحها تمام فتحصل المصادرة لما يكون الموظف فعلا استلم فلوس تاب لو الموظف ما استلمش فلوس أنا وعدته بس ما خدش فلوس وعدته وهو وافق على الموضوع ده بس ما استلمش معه فلوس هل ساعتها صادر؟ أكيد لا أو لو مثلا الحاجة اللي هو أخذها حاجة بتستهلك أكل مثلا هل هقدر أرجعه منه تاني؟ أكيد برضو لا يبقى المصادرة لازم تكون فلوس والفلوس ما زالت إيه؟ مع الموظف يبقى هنا عقوبة أصلية السجن المؤبد عقوبة تكملية للغرامة النسبية وإيه المصادرة وقلنا الغرامة ما تقلش عن ألف جنيه وما تزيدش عن المبلغ اللي هو اتفق عليه أو وعد دي أو اللي هو أخذه فعلا والمصادرة اللي هو الفلوس اللي خدها لازم إيه؟ يرجعها هنصدرها العقوبة التابعية بقى اللي هو العزل من الوظيفة شو موظف زاد سقوط العضوية النيابية العامة أو المحلية لو كان هو عضو في النيابة أو اللي هي النيابية العامة أو المحلية وتلاتة عدم قبول شهدته أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال يعني أنا هنا واحد وأخذ رشوة هل بالعقل كده ينفع أن أنا أجيبه شاهد قدام المحكمة؟ أكيد لا يعني خليه أخذ رشوة أول مرة أكيد ممكن يأخذ رشوة غير أكواره قدام المحكمة فبالتالي مش هأ بل مش هدته قدام المحكمة إلا إذا كانت على سبيل الاستدلال وليس التحقيق أنا قلنا قدام المحكمة في حاجتين حاجة اسمها استدلال أو في محضرين عندي محضر تحقيق ومحضر مثلا استدلال محضر جمع الاستدلال ده بجمع منه معلومات مش أكتر ولا أقل وما ينفعش أبني حكمي على المحضر ده لأن كل فيه بجمع فيه معلومات إنما التحقيق ده الأساسي اللي بابني حكم علي فشخص اللي هو شاهد الزور ده أو الموظف اللي هو خد رشوة ما بقبلش الشهادة بتاعته قدام المحكمة إلا على سبيل الاستدلال يعني بمعنى صح ما ينفعش أبني الحكم بتاعته على الشهادة إيه بتاعته بس هجاء أخد منه الشهادة على أساسي أن لا بجمع معلومة مش أكتر ولا أقل طيب حالات تشديد عقوبة الرشوة بالعقب هنشدد إيه في العقوبة أنا قلت العقوبة الأصلية كانت سجن مؤبد هل هشدد سجن مؤبد؟ أكيد لا إلا هشدده هنا إيه؟ الغرامة يعني هتبقى مثلا للضعف يبقى حالات تشديد عقوبة الرشوة إذا كان الغرض من الرشوة الامتناع عن عمل من أعمال وظيفة أو الإخلال بوجبات وظيفة لسبب بسيط لو لاحظنا الامتناع عن عمل أو الإخلال أنا هنا بدر الدولة إنما لو قيام بعمل لا أكيدة كده أصلا أنا حدت سواء أخدت الرشوة أو ما أخدتش رشوة ما أكيدة كده هقوم بالعمل صح؟ فما فيوش ضرر للدولة منما الامتناع عن عمل أو الإخلال بوجبات وظيفة دي هتفيها إيه؟ فيها ضرر للدولة رقم 2 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعلي يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة زي مصر واحد يأخذ رشوة لجرائم اللي إحنا قلنا عليها في الحلقات السابقة عن جرائم أمن الدولة جرائم الاعتداء على أمن الدولة صحي كده اللي هي مثلا جريمة الساعي والتخابر الدولة الأجنبية للقيام بأعمال عداية ضد مصر العقوبة تاعة الجريمة ده كان إيه؟ إعدام فهنا هيبقى العقوبة هتزيد هنشدد العقوبة طيب فيه بعد كده حالات إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إيه ده؟ حوالا ممكن أعفي الراشي والوسيط من العقوب؟ آه عندي حالتين مهمين جداً لو حصلوا من الر... بس ما أنا قلت هنا مين؟ الراشي والرائش اللي هو الوسيط الراشي اللي هو صاحب المصلحة والرائش اللي هو الوسيط ما قلتش المرتاش حالات إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة العقوبة عندي حالتين واحد إغبار السلطات أو الاعتراف بالجريمة واحد إغبار السلطات يعني إيه؟ أي الإبلاغ عن الجريمة يعني هو راح بلغ عن الجريمة اللي حصل اللي هي جريمة الراشي بس لها أكيد شروط ينبغى أن يكون الإغبار سابق على اكتشاف السلطات للجريمة أو علمها بيها خلي بالك هي حصل جريمة الراشي بس لسه السلطات ما عرفتش لسه الحكومة ما عرفتش إن حصل جريمة راشوة وأنا رحت أغبرتهم عرفتهم أو بلغت عن الجريمة قلت لهم ده حصل جريمة راشوة عشان الموظف هيقوم بحاجة معينة يبا أنا رحت بلغتهم قبل ما هم ما يكتشفوها يبا ساعتا هنا يعفوني من الإيه من العقاب مش هتعاكم اتنين الاعتراف بالجريمة لو أنا رحت واعترفت بالجريمة أي الاعتراف بمعنى إكرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للاشتراك في جريمة الرشوة بس الاعتراف بالجريمة مانع العقاب لكل من الرشوة والإيه والوسيط يعني الرشوة والوسيط بعد أما ارتكبوا بالجريمة راحوا اعترفوا على نفسهم إن هم دفعوا الرشوة لموظف عشان يقوم بعمل إيه معين في الحالتين دول مش هنعاكم الرشوة والإيه والوسيط أما على فكرة بالنسبة للمرتاشة كده كده هتعاكم بسبب بسيط لأنه أصلا لو المرتاشة مقبلشة وما خدش فلوس ما كانش في جريمة هتحصل ما كانش الجريمة هتقع ممكن كمان كان ياخد الفلوس ويمتنع أو يتعرض عليه الفلوس هو يمن يمتنع عن أخذ الفلوس ساعتها نسميها جريمة عرض الرشوة دون كبولها يعني عرض عليه وهو مرتاشة ياخدها فساعتها ما كانش يتم بحصل الجريمة صح كده ساعتها كنا نعاكم الراشي والراش أما الموظف فيش يتعاكم أما هنا لا الموظف هو اللي يتعاكم لأنه هو أصلا السبب اللي خلى الجريمة ايه تتم طيب في جريمة بقى أخيرة اسمها جريمة عرض الرشوة دون كبولها هنا أنا عايزك تفهم الجريمة هي طبعا لها أرقان ركن المادي وركن ايه معنوي بس لما نبصك اسمها عرض الرشوة دون كبولها يبقى ايه الفعل اللي حصل الركن المادي فينا فعلين حصلوا واحد عرض الرشوة اتنين عدم كبول الرشوة يبقى كده كان فعل تم اتنين واحد عرض الرشوة اتنين عدم كبول ايه الرشوة يبقى أرقان جريمة الرشوة دون كبولها ركن مادي وركن معنوي أولا الركن المادي يتمثل في سلوك إجرامي يصدر عن الراشي أو الوسيط ينطوي على عرض فائدة معينة على الموظف بقصد أداءه عن عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداءه أو الإخلال بوجبات وظيفته فلا يقبلها منه الموظف بصر حس اللي حصل حاجتين عرض وعدم كبول من عشان نقول جريمة عرض الرشوة دون كبولة يبقى لازم أن يكون اتعرض الفلوس والموظف مقبلهاش طيب اتنين بقولك عناصر ركن المادي الركن المادي دوت في عنصرين مهمين جدا واحد عرض الرشوة اتنين عدم كبول الرشوة عرض الرشوة يتحقق عرض الرشوة بسلوك إيجابي من جانب صاحب الحاجة أو من يمثله يبقى لازم أن يكون عرض الرشوة بالفعل اللي هو الشخص الراشي في مصر يتم العرض بأي وسيلة تفصى عنه فقد يكون شفوي بالبق أو ورقة مكتوبة صريح أو ضمني يعني شكل واضح أو شكل كده خافي مش هتفرق بالنسبة لنا المهم أنه هو عرض الرشوة خلاص اتنين بقى عدم كبول الرشوة اللي هو ما يميز زي الجريمة عن جريمة الرشوة يعني جريمة عرض الرشوة دون كبولها ده اللي بيميزها عن جريمة الرشوة في ايه؟ إن في جريمة عرض الرشوة دون كبولها لازم أن في علين موجودين عرض الرشوة عدم كبولها ما لو عرض الرشوة والموظف قبلها يبقى دي جريمة رشوة لو عرض الرشوة والموظف رفض ياخدها يبقى دي جريمة عرض الرشوة دون كبولها في بعد كده اللي هو الركن المعنوي الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي لانا عارف اننا بعمله غلط ومع ذلك بعمله عارف اننا ما بعرض الفلوس بعرضه على موظف عام وعارف انه كده هيخليه بوجباته ووظفته ومع ذلك اتجاه تقرcze اننا اعرض الفلوس على الموظف العام طيب الركن المعنوي هذه الجريمة عمدية يتعين لوقعها توفر القصد الجنائي ليه ده؟ الجاني يعني قاصل وذلك باتجاه إرادته إلى عرض الرشو على الموظف لحامله على إيه؟ لأنا بغري بالمال أنا عايز يعتبر الفلوس لأنا بقى عرض عليك الفلوس لأنا طلع لك الفلوس قدامي فأنا بهر جريمة عرض الرشو دون ايه؟ كبلها العقوبة بقى بتاع جريمة عرض الرشو دون كبلها خلي بالك الرشوة لها عقاب والرشوة اللاحيقة لها عقاب وجريمة عرض الرشوة دون كبلها لها عقاب يبنا كده اعتبر في جريمة الرشوة اتكلمت عن ثلاث عقوبات مهمين سواء جريمة الرشوة جريمة الرشوة اللاحيقة جريمة عرض الرشوة دون كبلها طيب جريمة عرض الرشوة دون موظف عام. لو انا عرضت رشو على موظف عام تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. يبقى من 500 ل1000. يعني ما تقلش عن 500 وما تزيدش عن 1000. يبقى سجن وغرامة. اما اذا كان العرض حاصل لغير الموظف العام. يعني لو كان العرض عرضت على واحد غير موظف عام. زي مثلا الطبيب زي شاهد الزور. تكون العقوبة حبس لمدة لا تزيد عن سنتين او غرامة لا تجاوز 100 جنيه. بتكون العقوبة حبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 جنيه. طيب كده احنا يعتبر اتكلمنا عن جريمة الرشوة كاملة. هنعمل عليها مراجعة كده سريعة. عرفنا ان جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف العام باعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله او اغزه. دول ثلاث صور مهمين جدا في الركن المادي. طلب وقبول واغز. هياخد ايه? هدية او عطية مقابل ايه? اخلاله بواجبات الوظيفة او القيام بعمل من اعمال وظيفة او الامتناع عن عمل من اعمال ايه? الوظيفة. عرفت ان جريمة الرشوة فيها اه الاطراف بتاعتها هم اتنين. وممكن نزود معهم طرف تالت بس مش في كل الجرائم بيكون موجود. الطرف الاولين اللي هو الاصلي اللي هو المرتشي اللي هو الموظف العام. اللي هو اصلا مسؤول عن الجريمة ما يعتبر كلها. اتنين اللي هو الراشي اللي هو صاحب المصلحة اللي بيعرض الفلوس على الموظف العام. التالت دو بقى ممكن يكون موجود والرائش اللي هو الوسيط. الوسيط دو ممكن يكون وسيط عن الموظف. وممكن يكون وسيط عن صاحب المصلحة. وعلى حسب طبعا الجريمة. اعرفت برضو ان في جريمة الرشوة فيها الارقان. اعرفت ان هم ثلاث أرقان الركن الأولاني اللي هو صفة الموظف العام اللازم طبعا يكون موظف عام أو صفة الجاني اللي بقول عليها صفة الجاني اللي هو صفة مرتكب الجريمة لازم صفة مرتكب الجريمة يكون موظف عام الركن المادي اللي أنا قلت فيه عنصرين العنصر الأولاني اللي هو كان سبب العنصر الأولاني اللي هو كان النشاط الإجرامي أو السلوك الإجرامي والعنصر الثاني اللي هو كان سبب الرشوة العنصر الأولاني اللي هو النشاط الإجرامي او السلوك الاجرامي اللي هو بينقسم الى طلب وقبول واغذ عرفت الطلب اللي انا بطلب منك فلوس و الكبول اللي انا بأبل العرض اللي انت عرضته علي والاغذ اللي انا بستلي من فلوس وحطها في جيبي فكده الجريمة اكتملت عرفت ان الشروع موجود في الطلب فقط لا غير انما الاغذ والقبول مفهوش شروع لان الاغذ والقبول معناها الجريمة بدأت وانتهت و اكتملت اما الطلب فهنا في شروع اسمه الطلب عرفت ان الاخذي اعتبر رشوة معجلة لان انا استلمت الفلوس وحطيتها في جيبي خلاص اما الطلب دوت رشوة كبول رشوة معجلة لان لسه ما استلمتش الفلوس اه اسف رشوة مؤجلة لان لسه ما استلمتش ايه الفلوس طيب وعرفت بعد كده ان سبب الرشوة للعنصر التاني اللي هو القيام بعمل او الامتناع عن عمل او الاخلال بالواجبات بتاعة الوظيفة بتاعتي فيه بعد كده اتكلمنا عن الركن المعنوي عرفت ان الركن المعنوي بينقسم الى علم واراضة ان انا على علم باركان الجريمة ومع ذلك اتجت اردتي الى ارتكاب الجريمة اه عرفت اني العقوبة بقى اللي بتوقع الرشوة او قبل كمان ما نقول عقوبة اللي بتوقع الرشوة عرفت ان انا عندي برضو الجريمة ممكن تقع من الراشي والرائش الراشي برضو كان فيه عند ركنين عشان نقول جريمة الرشوة موجودة عنده ركن مادي وركن ايه معنوي اما بالنسبة للشخص الرائش الرائش برضو كان فيه ركن مادي وركن معنوي بس قلنا الرائش ممكن يكون وسيط عن الموظف وممكن يكون وسيط عن صاحب المصلحة قلنا يتحقق الجريمة بالنسبة لو كان الرائش دوت وسيط عن الموظف العام يتحقق بمجرد الطلب بمجرد ما يطلب فلوس فقط لغير اما لو كان هو نائب عن الرائش فيتحقق الجريمة عند كبول الموظف العام يعني لازم الموظف العام ايه يقبل وعرفنا برضو ان الركن التاني اللي هو الركن المعنوي طيب فيه بعد كده اتكلمنا عن العقوبة بتاع جريمة الرشوة عرفت ان جريمة الرشوة لها ثلاث عقوبات ركن ثلاث عقوبات عقوبة اصلية وعقوبة تكملية وعقوبة تبعية العقوبة الاصلية كانت السجن المؤبد العقوبة التكملية كانت بتنقص من 20 غرامة بتسمى غرامة نسبية اللي هو المبلغ على بعضه حتى لو كانت تسمى الغرامات كتير بضمهم على بعضه وسميها غرامة نسبية والمصادرة الغرامة النسبية قلت انها ما تقلش عن 1000 جنيه وما تزيدش على المبلغ اللي هو اتفقوا عليه اللي هو المبلغ اللي هو استلمه او اللي هم اتفقوا عليه زائد المصادرة قلتلك لو هو كان استلم بالفعل الفلوس فهنصدرها يعني هناخدها منه بس بشرط يكون طبعا استلم فلوس او استلم اي هدية انما لو استلم حاجة منه بتستهلك زي مثلا الاكل اكيد طبعا مش ينفع ان احنا ايه نستريد وعرفت برضو ان العقوبة التبعية زي عزله من الوظيفة بتاعته اللي هو مرتكب الجريمة بعزله من وظيفته زائد ان انا بمنعه من الشهادة امام القضاء ولكن قلت انا ببقى ممكن اخد بتشهادته امام القضاء اذا كانت الشهادة على سبيل الايه الاستدلال وعرفت برضو ان انا كان عندي جريمة بتسمى جريمة الرشوة اللاحقة الرشوة اللاحقة قلتلك اللي هي بتتم بعد اداء العمل وبدون اتفاق ايه سابق يعني بعد ما بخلصتك العمل ومن غير اي ادفاق انت بتعرض علي الفلوس او بتديني الفلوس اللي هي زي قلتلك اكرامية مثلا بيقولك اكرامية بس دي بتسمى وفقا لقانون رشوة لاحقة عرفتنا برضو ان كانت في جريمة اسمها اخيرة اسمها جريمة عرض الرشوة دون قبولها والتلاك فيها ركنين مدي ومعنوي الركن المادي اللي هو الفعل الفعل اللي هو عبارة عن عرض لعنصرين عرض الرشوة ده العنصر الاولاني وزايد اتنين اللي هو عدم قبول الرشوة اذا كان شخص الراشي بيعرض على الموظف العام الرشوة والموظف العام كان بيرفض هذه الرشوة اللي هو اسمها عرض الرشوة دون قبولها والركن المعنوي اللي هو القصد جنيه اللي هو العلم والارادة دي كده تكون الشرح الكافي للجزء الخاص بجريمة الاولى جرائم الاموال العامة اللي هو جريمة الرشوة وان شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عن باقي الجرائم الخاصة بالاموال العامة سواء كانت الاختلاس او الاستلاء او التربح او الغد وبكده تكون دي نهاية الحلقة بتاعتنا والى اللقاء اخر في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته